تحرص الإدارات المعنية بوزارة الداخلية على زيادة معدل الاستعداد والجهزية من أجل تأمين السلامة العامة للمواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر السعيد وكافة المناسبات وذلك ضمن المهم والواجبات الهدفة إلى حفظ أمن الوطن ونشر الطمانينة في كافة أرجاء البلاد وسط أجواء احتفالية بعيد الفطر المبارك تتواصل الجهود الأمنية الهدفة إلى حفظ أمن واستقرار الوطن وتعزيز السلامة العامة في كافة المجالات حيث تعتبر سرعة الاستجابة لأي حادث أو طلب مساعدة وإنجاز المهمة بأعلى درجات الكفاءة والجهزية قواعد حاكمة في العمل الأمني وتعمل مديريات الشرطة على مدار الساعة بالتعاون مع الإدارة الأمنية المعنية على تكثيف الأداء وخفض محدلات الجريمة من خلال منظومة أمنية متكاملة عندنا خطة لعيد الفطر المبارك وتبتل الخطة بتأمين مصليات العيد في جميع أنحاء المحافظة عندنا نشر رجال الأمن وتكثيف الدوريات في جميع المرافق العامة والمنتظهات والحدايق وعندنا أيضا شرطة المجتمع أيضا نساعد رجال المرور في انسياب الحركة المرورية في جميع شوارع المحافظة تقوم مديريات شرطة محافظة العاصمة بتأمين الشوارع الرئيسية والأسواق من ليلة العيد ويكون في تأمين الجوامع والمساجد ومصليات العيد التي تستقوم فيها صلاة العيد وكذلك بيكون في تأمين لشرطة المجتمع في مديرية شرطة محافظة العاصمة لتأمين الحدائق والمنتظهات وكذلك الفعاليات التي تستقام منسبة العيد وضعت مديرية شرطة المحافظة الشمالية مخطط أمني يتضمن إجراءات احترازية وقائية وعملياتية الهدف في المقام الأول من هذا المخطط الأمني المحافظة على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين في عموم مناطق المحافظة الشمالية المخطط الأمني أيضا يتضمن إجراءات أخرى تهدف إلى حماية المنشآت والمرافق الحيوية في عموم مناطق المحافظة كمصليات العيد ودور العبادة الأسواق والمجمعات التجارية وغيرها من الأماكن التي تشهد احتفالات بهذه المناسبة السعيدة علينا جميعا قمنا من ريج شرطة المحافظة الجنوبية بوضع الخطط الأمنية للمحافظة على الأمن العام طوال فترة العام وعلى وجه الخصوص في المناسبات والأعياد فقد قمنا بزيادة عدد أفراد العاملين بقرفة المراقبة التابعة لمدرية شرطة المحافظة الجنوبية والتي تعني بمراقبة الطرق والمجمعات والمنشآت الحيوية وتوجيه دوريات متى ما استدعى الأمر ذلك وخصوصا في الأماكن التي يرتادها الجمهور في المناسبات والأعياد ومن بين الإدارات التي ترفع درجة الاستعداد في المناسبات والأعياد الإدارة العامة للمرور هناك تواجد مروري مكثف لهذا العيد المبارك في طبعا جسر الملك فهد والشوارع السريعة والمجمعات التجارية والمنتزهات والحدائق في مملكة البحرين تدعو الإدارة العامة للمرور مستخدمية الطريق بالالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية وتجنب السرعات العالية وتجنب التجاوزات الخاطئة وعدم الاستعجال في الأحياء السكنية بالأخص كون مواطنين يتوافدون على بعضهم البعض لتلقي التهاني والتبركات بمناسبة عيد الفطر المباركة في ذات الإطار تعمل الإدارة العامة للدفاع المدني على النهوض بمسؤولياتها واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل السلامة العامة خلال أيام عيد الفطر المبارك الإدارة العامة للدفاع المدني دائما على جاهزية عالية للتعامل مع أي حدث ومع أي طار قد يحدث طبعا دورنا الإنساني نقوم فيه على أكمل وجه 24 ساعة في كل وقت وعندنا خطط معده وجاهزة للتعامل مع أي نوع من البلاغات طبعا لدارة العامة للدفاع المدني تحث المواطنين على اتباع إجراءات الحماية والسلامة والاحتياطات اللازمة اللي يخذونها أنهم يوقفون جميع الأمور اللي ممكن تأدي الحريق منها الأجزاء الكهربائية منها استوانات الغاز وخيرها من الأمور كذلك نحث المواطنين على اتباع إجراءات الحيطة والسلامة في الأماكن العامة نحن طبعا لدارة العامة للدفاع المدني تقوم بتفتيشات دورية على المجمعات وعلى غيرها من الأمور تأكل وتحرص على وجود إجراءات الحماية والسلامة إلا أن نحن أيضا نطلب من المواطنين اتباع الرشادات الموجودة في هذه الأماكن الجمعات العامة وتهدف هذه الجهود والخطط الأمنية إلى تأمين سلامة المواطنين والمقيمين على مدار العام بما فيه من مناسبات وعياد حيث يتم الأداء الأمني بشكل تكاملي على مدار الساعة كما يعد تعاون المستمر بين الشرطة والمجتمع نموذجا متحضرا لشراكة مجتمعية فاعلة تسعى إلى تحقيق الأمن الشامل ترجمة نانسي قنقر